السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميذي في السنة الثانية متوسط لحتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ يسمين ويلا أبنائين كملوا سلسلة حل اختبارات الفصل الثالث والأخير وإن شاء الله اليوم نشوفوا اختبار اللغة الفرنسية إذن طبعا أبنائين نذكركم باللي دلنا ملخصة جميع المواد ودلنا جميع الاختبارات معلية إلا نكتب الملخص اللي نحتاجه وللاختبار اللي نحتاجه ونزيد للأستاذ يسمين الفصل الثالث العلامات الكاملة كالعادة نقرأوا باللغة الفرنسية نترجموا إلى اللغة العربية ونبدأوا الحل مع بعض وشاني نقرأ في الفصل الثالثاني نقرأ على الليجاند اللي هي الأستورة شوفوا كل بلاد والأستورة تحتها ما في البلاد كل منطقة والأستورة تحتها الأستورة معتها قصة غير حقيقية نفهم يلا نشوفوا الأستورة تحت اليوم سيتون لجاند ميكسيكان معتها أستورة ميكسيكية يلا هو يقولي يلا هو يقولي أستورة تحكي أنه منذ وقت بعيد vivait sur cette terre تعيش في الأرض أستورة تحكي أنه كانت تحكي أنه منذ وقت بعيد يعني عندها قوة خاصة مجلجلة يعني أفعى مجلجلة أصنت معتها أفعى مجلجلة لكن لغ تحكي كانت مثل ألوان قوس قوزح دون لا كوه اتي ينسورس دو بور معتها في الظيلة تحها كانت القوة السحرية تحها اللي كانت تعطي المياه العذبة دو بور معتها المياه النقيه بارتو أو يل باسي وين كانت الجوز إلي ريجي لشان لفوري لبخي أو فخي أبوار أو زاسوا في معنتها أولا هنا قال لي وين كانت الجوز بالديلة تحها تسقي لشان الحقول تسقي لفوري حتى أنه أبنائي العدشان الناس العدشانين كانت بيانسور كذلك تسقيهم أو يقول لي أيضا اي بخوتي دو لجوة سور تر أو بيانسور تنشر السعادة بيانسور كي ناس تكون كي نالما طبعا السعادة رح تكون بيان جور دوك إحنا اح تبدأ تبدل الحكاية دوك في يومين من الأيام يل في لزوم سدسputer بدأ تلقى لزوم اللي هم النس يتضربوا ويالسرپن دسپارو كي شفتو ما كي يتضربوا هربت معنطا رح تمن هديك المنطقة اللي كانت فيها لسيشيرس الجفاف سباتي ألوغ سور تر انتشر الجفاف في تلك الأرض لزوم سيسر دسو كي رلي معنطا كي يم يتضربوا لسرپن ريابارو اي توت لاناتور رفي ألا في معنطا كي يتضربوا تهرب تهرب ولا تهرب في الأرض وكي عودوا يولوا بيان مع بعضهم البعض تعودوا لها ديك المحبة هي تعودوا للا ناتور وتحي فيها وكي دونك هنالنقولوا بلي أستورة وكي يدونوا لها ديك المحبة من لها ديك المحبة معنطا اعودوا لدارب جداث و title هذا القصو د Goth من مازن forbidden الأمر على المبارش قرر أنه يذهب إلى باطن الأرض خلاص لكنه يجب أن يشوفه ok de temps en temps من الوقت الوقت le serpent revient على la surface pour voir ce qui se passe يمكن يذهب فوق الأرض ويشوف إذا الناس عودت تصالحة ولا لا لا et les ondulations de son corps provoquent des secousses et créent des failles et lorsqu il voit que les hommes se disputent toujours il rentre dans le ventre de la terre en faisant trembler معنتها كما فهمتكم أبنائي كل ما يعاود يولي للأرض ويشوف بللي الناس هدو كساب ملاح يعاود يرجع للأرض خضر غير يشوف بللي يبدو يضرب ويصمط يعاود يولي إلى أعماق الأرض اللي كانت هدي قلنا مكسيكية سيت une légende مكسيكية نبدأ والأسئلة التي لدي compréhension de l'écrit فهم النص تعي دان كال بارتي دو ماند سيت اسطور يت كي معنتها في أي منطقة من الأرض الماند معنت الأرض هد الأسطور كوتي بطول صدرت نجبتها من صباح نقول وشنو هي دو شوازي لابن غيبنس اخت الإجابة صحيحة سيت اسطور اي فاب اتون فاب ولا كنت ولا لاجنت هذي سهلا كال فنومن ناتورل نوز إكس بليك لاجنت وش يتفهمني الفنومن معنتها الظاهرة هل ظاهرة لابلوي ولا تامبت ولا شسيرس معنتها الجفاف العواصف ولا بيان الأمطار 3 كال particularité avait ce serpent مع تا qualité physique وشنو هي القدرة اللي كانت عندو هاد serpent pourquoi le serpent reven sur la terre de temps en temps علش كني عاودي ولي للأرض من وقت الوقت نجبد ها من نص 5 pourquoi le serpent دس paru علش هرب ولا يعني اختفى donc هادو بنسبة 6 اوي قولي répond par V أو ف اجيب بي صحيح أو خاط la queue du serpent était une source de feu هل صحيح ذي لتح هذك الموجل جل كان من بع للنر بي toute la nature revenait à la vie car ce serpent lui offrait de l'eau لأن هاد ال الف هي اللي كان ترجح ترجح للحيات donc ست اوي قولي relève du texte عن 3 3 A le contraire du verbe disparu لأك ست يغتفي le synonyme de انترائي معن تا امار ou لباطن الارد ok c'est un mot de la même famille que سك سك معن تا جاف ok donc هادي بنسبا la septième question 8 اوي قولي les او بيان provoker او بيان disputar او شو ما اقول لكم معن تا يتراسمون ما بينتهم احن نشوفو كيفاش نجبدوها 9 dans le mot ديريف معن تا المشتاق du verbe suivant tremble le احنا اعطي الاسم تا provoke la اوك اعطاني دي دي وانا نحولهم دي نان اسم اوات 10 اوي قولي واسي دي préposition indépendante او اقول لهم اعطي هالجوم يالا نقراوها لسرپن ارغي لسرپن provoke la joie دي هم احنا او بيان بلعن تكرار لسرپن لسرپن اوش احي سقسين اعليها ا افت 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 سور هنا يحدث فيها في حالة لنزيد الأسي من الليلة اله سبق الأسية من الليلة يهدر هن نخليها اكا ولنزيد الأسأس لا سهر س سي اباتوا نشوفها لحسب لالكورد تاري ميهو بلريال هفر السهدوسو هادي عندي لسيربان إرغي لشان لسيربان معنا بزاف لشان معنا يسقو الحقول وأخيراً لو يقول لك درس دان تيتر أو تكس معنا أعطيني عنواناً مناسباً للنص بالنسبة للاب خوديشون يكريت طبعاً أبنائي رح يقول لكم كيف كيف أنتوما أعطوني لجند سواء مرسكم سواء هما يعطوكم المساعدات ولا يعطوكم للجند اللي يحتضروا عليها وانتوما تكتبوها طبعاً في فقرة إذن يلا أبنائي نبدأ التصحيح تاناة على هذا الاختبار مع بعض طبعاً السؤال الأول مكاش تلميذة حيجبولي غالط هاد القصة لانا نهضروا عليها هي ليجند أسطوراً طبعاً مدام فصل تالتاني نقرأ ليجند ندير ليجند وشنو هو الفينومان الظاهرة اللي كانت مشكلة تحد السكان هي الجفاف أبنائي مشي العواصف ومشي الأمطار حذر يتو حديروا الأمطار لا ساشي غسية اللي كانت مكتوبة في النص دو فوا واقعي يلا بالنسبة لا تخوزيهم كيسيون قال لي وشنو هي القدرة اللي كان عندها اللي كانت عند هاد الأفعار ايكساكو ايتي ايسوس دو لو پور معندها الذيلة تحا هذك الموجه الجيل هو كان المنبع تا المياه العدبة قولي أستاذ من جبتيها طبعاً راهي في النص يلا اللي كانت مكتوبة من جبتيها طبعاً راهي اللي زوم سو ديسبوتي معنتها كان يلقى اللي ناس هدو كل الإنسان دوماً يتخاصم مع أخوه الإنسان كيف كيف هدي جبدناها من النص فغير وفو هي السهلة كذلك هل كان كلمة هدي فو في النص دوماً كاش إذن كتب فو بالعكس كانت لاصخستحة كانت منبع للمياه وليس لي قلنا النار لسخبون كان يعطيني المياه اللي هي كانت تحيي للا ناتور تاعي دوماً هدي سي فغير يلا نروح وقال لي اتجبد من النص مشي من راسك غوليف دو تاكس يلا يعود يولي يعود يرجع اوكي دوماً سينا نمتاع انتخاي اللي قلنا هي أعماق الأرض هي فغير اوكي دوماً كيف كيف أبنائي جبدناهم من النص سك وشنا هما مو دولا ما فهم متاحا هي الجافاف سي شرس وعلا نوري هالكم في النص تاعنا باش هكذا نشوفهم دوماً هاي لابر 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 هم مروا للا ويتام كسون لازوم سسر دو سكر اللي معنتها قالي لوفر بسوليني معناها اغيتر معنتها كانوا ميندك ميندك يحبسوا ولا يوقفوا المضربة تحهم ولا تخصون تحهم يلا شوفوا اللي هنا ابنائي هذي قلنا بالنسبة كيفاش نحول من الاسم للفعل ولا من الفعل اسم مالوروز ما عندوش قاعدة لازم علي ننسيح باش ننبدلو دوك عندي ترامبلي تولي لترامبلمان برووكي لابروكاسيون دوك شوفوا هادزتلو مان و هادزتلو أسيون بيانسيور ما نخلوش ال-er لا كسون اللي بعدها ابنائي تحضر لي على لابروبوزيشون رولاتيف قلتلكم لابروبوزيشون رولاتيف ولا برونو رولاتيف معنتها الاسم الموصول ولا جملة سلة الموصول كم احنا في اللغة العربية عندنا الطفل الذي فعله كذا وكذا كيف كيف نفس الشي بالنسبة في اللغة الفرنسية قلنا دايما ال-antecedent هو اللي يجي قبل كي كي هي البرونو رولاتيف هي الاسم الموصول هادي البروبوزيشون رولاتيف كاملة نشوفوا تبدوها من كي حتى للفاصلة ولا من كي حتى للنقطة هادي نسميها بروبوزيشون رولاتيف جملة سلة الموصول البرسيدن هو الاسم اللي يجي قبلها معتا على منا ننهضب الولد الذي ولا كي مال هنا لسخبان كي يعني الافعاء التي اوكي هادي ما ننسوهاش ما نخلوش النقطة تروح لي هكذا باسي كم بوزي ابنائي شوفوا عندنا ال وندير شوفوا سوى عندي الوكسير اتر و اوار شوفوا ياتر يأوار فش في البرزن ونزيل اللي ال ركنت تولي لزن ركنت اوكي كي كون عندي اوار محس اي لحظ نتوه بنسباليكم هكذا خودوها دوزيماني toute لاناتور كلو الطبيعة إذن لاناتور هي وحدة اي اللي هو اتر رفن لله مالتح الطبيعة عادت إلى كيكون اتر ندير لأكورت معتها مادم لا ناتور فيمينة معتها مؤنثة نزيد لها ا شوفوا تفكروا كيكون افوار ما نزيد لوش كيكون اتر نزيد لو على حساب وشيكون إذا كان بلوريا نزيد لو اس إذا كان فيمينة نزيد لو ا إذا كان فيمينة بلوريا نزيد لو اس يلا نرح نشوف لأكورتال participatio اللي هنا شوفوا أبنائي وش قلنا إلي rentree شوفوا كيفاش تتولي اللي هنا لا سي شرس سي أباتو شوفوا اللي هنا زدنا لها الأو تا الفيمينة كي ما درناها في الدرس تالا في اللقاء اللي حطي في البلوريال شوفوا لسر بان ولاتلسر بان نزيد اس شوفوا كانت واحدة شوفوا كانت اي تي هادا لم بخفي كيكونوا بزاف هادي لشان منبدل هاش بالنسبة للتتر تاعي نحط معنتها مثلا الأسطورة تاعشكون السر بان الأفعى المجلجلة اوكي دونك انتو مخيرو اللي تحبو بالنسبة للوضعيات الإدماجية أبنائي دلنا عدة وضعيات إدماجية يعني بش ما تقولوش فقط الفيديو عدة وضعيات الإدماجية على لالاجاند ناخدو وحدة منها اللي دايما أنا دايما نحب نعطي لكم السهلة اوكي دونك أبنائي بناتي هذا كان بالنسبة إلى اختبار لغة فرنسية للتانية متوسط كالعادة اللي عنده سؤال لا استفساري خليوا لي في التعليقات نجاوب عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن وكما نقولكم أبنائي بالتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة